ايران تنهب ثروات العراق وسوريا من خلال عملاء حكوميين هذا ما استنتجه مركز الاعلام والدراسات الاستراتيجية بالتزامن مع تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية توصل الى خلاصة مفادها ان طهران وموسكو وتل ابيب هم الفائزون الحقيقيون من الفوضى التي تعصف بالمنطقة فروسيا بحسب التقرير تمارس دورا عسكريا وسياسيا للسيطرة على المنطقة فيما تمكنت ايران من توسيع نفوذها الاقليمي من خلال ارسال الميليشيات الشيعية المسلحة لاحتلال الاراضي بحجة محاربة تنظيم الدولة اما الفائز الثالث فهو الكيان الصهيوني مركز الاعلام والدراسات الاستراتيجية تقاطع رأيه مع ما توصلت اليه الصحيفة في تقريرها حيث قال مدير المركز حسن راضي ان ايران تستغل وجودها في العراق وسوريا وتعمل جاهدة على تدمير البنى التحتية لتلك البلدان ونهب ثرواتها من خلال نصب عملائها في الدوائر الحكومية لتسهيل تلك المهمة موضحا ان طهران وبحسب التجارب التاريخية لا تكتفي بالاحتلال العسكري فحسب بل تحاول ضم تلك الدول الى خارطتها الجغرافية من خلال عدة سياسات وخطوات تستهدف ديمغرافية المنطقة التي تسيطر عليها فهي تقوم بقتل جماعي وتهجير قسري لافراغ تلك المناطق من سكانها الاصليين واستبدالهم بمجموعات موالية لها من افغان وباكستانيين وجنسيات اخرى كما حصل في مدن العراق وسوريا واضاف راضيا تغيير اسماء المدن والمناطق التي تسيطر ايران عليها هو احد اساليب طهران في تكريس زعمها لتبعية تلك المناطق لجغرافيتها المزعوبة مستشهدا بتغيير ايران لبعض اسماء المناطق في العراق الى اسماء فارسية مثل اسم شط العرب والفاو وغيرها من المناطق فيما حذر من الاخطار الكبيرة التي تواجه تلك المجتمعات بسبب التغلغل الايراني عبر نشر الادمان والتخلف والفساد بغية النيل من ارادة تلك المجتمعات خاصة فئة الشباب اشتركوا في القناة